رغم عدم ظهورها لاعبا محوريا في الساحة العراقية إلا أن لها نفوذا خفيا تحاول توسيعه مستفيدة من علاقتها مع أمريكا وإيران الحديث هنا عن فرنسا وتأثيرها في المشهد السياسي العراقي مصدر سياسي مقرب من حكومة السوداني عزا إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عقد مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي والذي تشارك فرنسا في تنظيمه في آواخر تشرين الثاني المقبل إلى نهج سياسي أمريكي فرنسي باتجاه إبقاء الوضع عما هو عليه في العراق بغض النظر عن الفشل والفساد السياسي المستمر في العراق المصدر السياسي ذكر أن تفاهمات باريس وواشنطن على دعم حكومة الإطار التنسيقي في مؤتمر بغداد الثنين الذي عقد في البحر الميت دفع دول الإقليم إلى هذا التوجه وهو أمر لا يصب في صالح الشعب العراقي التواقل الخلاص من الحكومات الفاسدة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ذكر أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد التي ستعقد في شهر التشرين الثاني القادم تهدف إلى توحيد أجندة الإقليم لدعم سيادة العراق بحسب وصفه وكما هي عادته في النسخ السابقة من مؤتمر بغداد لم يشر ماكرون إلى سلطة الميليشيات الولائية ودورها في تدمير ما يسمى مفهوم السيادة في العراق مع هد الشرق الأدنى والخليج للدراسات العسكرية يرى أن فرنسا ستلعب دورا أكبر في النسخة القادمة من مؤتمر بغداد من خلال تذويب حاجز الجليد بين إيران والدول الغربية في عدة ملفات أهمها الملف النووي وذلك من خلال التوصل إلى تفاهم معها حول نفذها في العراق بعبارة أوضح سيقدم العراق قربانا لاتفاقات الغربية مع إيران أما فيما يخص الدول العربية التي تجاور العراق فإن أخطر ما يهددها هي الميليشيات وطالما أن تحجيم نفوذها بعيد عن أجندات المؤتمر فإن حضور الدول العربية فيه يعتبر شرعنة له من دون أي مقابل